لما أرسل كسر إلى النعمان بن المنذر يستقدمه إليه فعلم النعمان أنه مقتولا لا محالة فحمل أمتعته وأسلحته وتنقل بين أحياء العرب حتى وصل إلى بادية بني شيبان سرا فلقي هان بن مسعود الشيباني وكان سيدا منيعا فاستجار به فأجاره وقال له قد لزمني ذمامك وأنا مانعك مما أمنع نفسي وولدي منه وما بقي من عشيرتي الأدنين رجل ولكن ذلك غير نافعك لأنه مهلكي ومهلكك وعندي لك رأي لست أشير به عليك لأدفعك عما تريد من مجاورتي ولكنه الصواب فقال هاته قال إن كل أمر يجمل بالرجل أن يكون عليه إلا أن يكون بعد الملك سوقة أي من عامة الناس والموت نازل بكل أحد ولا إن تموت كريما خيرا من أن تتجرع الذل أو تبقى سوقة بعد الملك هذا إن بقيت فامضي إلى صاحبك واحمل إليه هدايا ومالا وألقي بنفسك بين يديه فإما أن صفح عنك فعدت ملكا عزيزا وإما أن أصابك فالموت خير من أن يتلعب بك صعاليك العرب ويتخطفك ذئابها وتأكل مالك وتعيش فقيرا مجاورا أو تقتل مقهورا فقال كيف بحرمي فقال هن في ذمة لا يخلص إليهن حتى يخلص إلى بناتي فقال النعمان هذا وأبيك الرأي الصحيح ولن أجاوزه ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر